تعالوا بقى نبدأ فقرة الحريف النهاردة إحنا متفقين طبعاً إنه المهاجمين دايماً ويمكن صنع اللعب هم الأكتر قدرة على يعني إسعاد الجمهور ده يعني مش ممكن أبداً ينفي أهمية بقية الأدوار يعني كل اللعيبة وكل مراكز ليها أهميتها وليها بصماتها وفي نجوم كوبار جداً جداً وأسماء عظيمة جداً بجد يعني بدون مبالغة لعبت فيها لكن أنا بكلمكم دايماً على مصدر الفرحة يعني بكلمكم على مصدر المتعة دايماً تلاقي ده في المهاجم سواء كان مهاجم صريح سواء كان جناح أو جاي بيكمل من خط نص أو صنع علعاب عنده القدرة على أنه يوصل يرقص يعمل ثرو باسل اللي يمتعك اللي بتشوفه حتى لو الكرة ما جاتش جول تبقى مستمتع كده وأنت بتشوفه كرة تحت رجله أو كرة طلعة من رجله أنا هقدم لحضراتكم نهاردة واحد الحقيقة من أفضل الأجنحة مش بس اللي لعبت في مصر اللي لعبت على مستوى قارة أفريقيا كلها وبالمناسبة وكان مرشح بالفعل أنه ياخد لقب أفضل جناح في أفريقيا في الوقت اللي لعب فيه لكن يمكن منعه حادث في الوقت ده من أنه يحصل على الجايزة لكن هو فاس بالفعل بلقب أفضل لعب في مصر سنة 81 بكلمكم على ترافولتا الكرة المصرية ولما بقول ترافولتا الكرة المصرية يبقى بتكلم طبعا على شريف عبد المنعم طبعا المهاجم الرائع اللي كان بيلعب مع الأهلي في نهاية السبعينيات والثمانيات وحقق مع النادي الأهلي بطولات كتيرة جدا دولي أبطال أبطال كقوس طبعا دولي مصري وكاس مصري وتعالوا نشوف معاكم كده أخبار مشواره وبطولاته مع النادي الأهلي اللي حققها إيه ونرجع نستمتع بالقطات كابتن شريف عبد المنعم في الملعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طيب بداية أنا عايزة أكلام بالأول على التكوين لأنه التكوين ده مشكلتي مع كتير من لعيبة الكرة في مصر يعني أنا بشوف أنه اللعيب المصري بيعاني بشكل كبير جدا أو جزء من القصور عنده في إمكانياته مرتبط بالتكوين بص التكوين شريف عبد المنعم الجسم نموذج الحقيقة نموذج أوروبي كمان يعني في بعض الأوقات بيبقى بتبقى ضخامة الجسم ممكن تبقى مطورة في بعض المراكز أهمها طبعا المدافعين وهنا لازم يكون حاضر قدامي مثلا لعيب زي واق الجمعة لعيب زي كابتن مهر همام لعيبة اللي هي جسمها يسمح لها بالتعاون مع قوة المهاجمين لكن بص المهاجم المهاجم في حدود معينة مش مطلوب منه طبعا لمسات شريف عبد المنعم جواه منطقة الجزاء أنا لو كنت بقى تفرج في الوقت ده وكان ليه حظ يعني أنا ألعب في التوقيت ده أو يعني أعلق في التوقيت ده على كابتن شريف وهو في الملعب كنت أقول عليه إنه المطرقة ليه مطرقة؟ لأنه نادراً نادراً لما بتلاقي لعب عنده إمكانية إنه يسجل أو يلعب أو يكون عموماً يعني مصدر خطورة برجله اليمين ورجله الشمال وراسه ده عملة نادرة الإمكانيات دي ما تلاقيهاش كتير فيه لعيبة كتير جداً مميزة ومهاجمين من العيار التقيل لكن ما كانوش بيملكوا القدرة على التسجيل أو التهديد أو إنه يكون مصدر خطورة بص السندة باليمين والتخليصة بالشمال مش كتير يقدر يعمل ده فشريف عبد المنعم كان هو مصدر الخطورة كان المطرقة بتاعت النادي لقاها مكان ما بتجيله الكرة جواه الصندوق تأكد بنسبة كبيرة جداً وبنسبة تسعين في المية إن الكرة دي جوا شبكة الخص أوقات كتيرة جداً زي ما انتم شايفين وطبعاً دي مباراة أهلي إسماعيلي في الإسماعيلية وطبعاً ده كان زمان طبعاً كان دربي كبير جداً واحدة من المطشاط اللي بتستنها النسف مواسم كتير جداً الثرو باس اللي موصل كابتن خطيب على طول للمرمة ده جون طبعاً في مستقبل المرسى فولو من كابتن شريف لغلطة من حرس المرمة لسه شايفين كرة زي ها النهاردة في بونزليجا في دورتموند فللي عايز أقوله برضو مرة تاني بصوا التكوين شريفاً منعب لما تملك القدرة على أنك تكون سريع وعندك قدر كبير جداً من المرونة وتقدر تلعب برجليك لتنين يمين وشمال وتقدر تخلص كمان براسك ده مهاجم من العرد تقيل مهاجم عملة ندرة استقبال طبعاً برجله اليمين واحدة من المطشاط الأهلي أعتقد أفريقيا خارج الأرض استقبال برجله أو يعني تصويبه برجله اليمين في المرمة فده اللي بقوله على شريف عبد المنعم واحد من أفضل أجنحة سرعة مع مرونة وصف الاسبرينت من نص الملعب وتخليصه برضو من نص الملعب يعني السهل الممتنع زي بيقوله فيه ناس كتير جداً لما جول كيبير بيطلع عليهم في حتة زي دي بيفكر نوف وسهل قوي الترئيسة هنا على الواسع لكن شريف حطها على طول كرة ولا أروع تصويبه فاول من برا منطقة الجزاء رجله الحقيقة دانية مدفعة رجلي اتنين يمين وشمال اللعيبة كتيرة يمكن كانوا مدفعة جاية في الأهلي بس دايماً كنت هتلاقي انه دي برضو تصويبه تاني هدف كنت هتلاقي دايما انه حد بيشوت باليمين حد بيشوت بالشمال كان عندنا مثلاً مثلاً يعني أبو الدهب عندنا كان مونة أعتقد كان عندنا كابتن خلت جاد الله كان عندنا كابتن طهر أبو زيد وغيرهم وغيرهم كان عندنا شامحانة فيه لكن الحقيقة انه اللعيب المدفعج يلعب برجليل اتنين ويبقى عنده نفس القدرة على التحكم والتسجيل بين اتنين ويلعب كمان بيجيد ألعاب الهاو ويلعب براسه ده مش ممكن تلاقيه أو ما بيكررش كتير وده كان واحد طبعاً من أهم وأفضل أجنحة ومهاجم النادي الأهلي كابتن شريف عبد المانع هطلب منكم من مجموعة الأهداف دي تختاروا أفضل هدف من وجه التنظاركم طبعاً والأسبوع الجاي ان شاء الله حلقة السبت والحريف نقول جماهير النادي الأهلي اختارت ايه كأفضل هدف لشريف عبد المانع في مشواره